لو بتبدأ قناة جديدة على اليوتيوب أو عندك قناة حتى وعايز تديها شكل احترافي وتروق عليها كده فمن الحاجات الجامدة اللي لازم تركز عليها موضوع اللوجو اللوجو زي ده كده بيديك شكل وهوية بصرية احترافية وتخلي اللي يشوف اللوجو يعرف ان الفيديوهات دي بتاعتك انت ده الفيديو الخامس من سلسلة يوتيوب AI بالهاتف بتاعك بدون ظهور السلسلة كلها هتلاقيها في علامة الاي هنا وهتلاقيها في صندوق الوصف طيب ايه هو اللوجو؟ اللوجو هو الهوية البصرية للناس بتشوفك منها وبتكون موجودة على كل فيديوهاتك وبتكون موجودة على القناة بتاعتك هنتعلم ان شاء الله في الفيديو ده ازاي تصمم لوجو احترافي بدون اي خبرة بالهاتف بتاعك وايه شروط للمفروض تكون متوفرة في اللوجو بتاعك عشان يكون ناجح ويجيب لك افضل نتائج في القناة بتاعتك فورقة وقلم وكوباية النسكافي بتاعتك اكيد بعد الفطار ويلا بينا يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم لأول مرة تشوفني انا احمد مندوح والقناة بتهتم بتطوير مهارتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس اونلاين لو مهتم بكريتور سكول عليها عرض قوي جدا في رمضان ولو انت فعلا انسان طموح وعايز ان انت تبدأ بيزنس اونلاين مع متابعة سنة كاملة مننا مع كل كرساتنا وتوجيهات مني انا وفريق العمل ممكن تشوف الرابط اللي في صندوق الوصف وتتواصل مع فريق العمل بيزنس اول حاجة ان هو يكون بسيط يعني تجنب التعقيد ما تعملش لوجو يكون صعب والناس ما تفهموش تاني حاجة بيعبر عن محتوى القناة يعني محتوى قناتك لو هي مثلا عن تكنولوجي فاللوجو يبقى في حاجة خاصة بالتكنولوجي لو انت بتتكلم عن المونتاج وهكذا فالمهم ان اللوجو لما ابص عليه افهم محتوى القناة بقدر المستطاع تالت حاجة لازم الانوان تكون متنسقة في اللوجو بقدر المستطاع وهنعرف ده والاداة اللي هنستخدمها هي بتديك الوان متنسقة بنفسها هتتعف في الموضوع ده ومش عايز خبرة كبيرة في الموضوع رابع حاجة الحجم بتاعه يكون مناسب تمنمية في تمنمية بيكسل ما تحاولش تعمله اصغر من كده اصغر حجم ممكن هو خمسمية في خمسمية لانه لو اصغر من كده هيبان مباكسل وهيبقى شكله مش حلو الحاجة الاخيرة ما تكتبش عليه كتابات كتيرة لانه صعب يتقري لانه هو بيظهر في مكان صغير جدا فانت ما تشتتش الناس خلي تركيزك الاكبر على الحاجة اللي انت عايز تظهرها في القناة بتاعتك عشان هي تبقى البراندينج او البراندينج بتاع القناة بتاعتك بسم الله كده نبدأ وندخل على افضل موقع لعمل اللوجو بشكل سهل جدا على الهاتف بما ان ده كورس على الهاتف وحنشوف دلوقتي طريقة تعمله بالذكاء للصناعي بطريقة سريعة ازاي دلوقتي انت بتدخل على الموقع بتاع كامفا تقدر تسجل فيه مجاني وبتنزل التطبيق على الموبايل بتاعك وبيفتح معك بالشكل ده خلي بالك ان انت لو بحثت هنا ممكن ما يجيب لكش الحاجة اللي انت عايزها فانت لازم تضغط على التلات شرط اللي هنا دول وبعد كده تختار حاجة اسمها هوم عشان خطر ما تدورش في المشاريع او الشغل بتاعك وما تلاقيش اللوجو بتضغط هنا وبعدين تدور على كلمة لوجو تمام سواء الوجهة بتاعتك عربي او انجليزي بيبدأ يجيب لك اشكال لجوهات كتير جدا زي ما احنا شايفين دي هتساعدك في ان انت تفكر المشكلة في كانفا انت ما بتعرفش تبحث على حاجة بعينها لكن ممكن ان انت تعمل لوجو فاضي بالشكل ده كده تمام وتبدأ كمان تشوف الحاجات اللي هو بيقترحها لك لان انت ممكن تفلتر في شوية حاجات انت محتاجها كده هو بيقترح لك شوية حاجات حاول تفكر تشوف ايه المناسب بالنسبة لك وممكن تختار الحاجة الفاضية دي تبدأ بدي مثلا وبعد كده تبدأ تغير الكلام زي ما انت عايز مثلا انا هقول ايه العلم والتكنولوجيا مثلا تمام ممكن تنزل دي تحت كده ممكن تغير لون الخط خالص بتغيره من هنا بتضغط على العلامة دي كده وبعدين تختار اللون اللي انت عايزه اي لون انت شايفه مناسب بالشكل ده كده تمام بتقدر تغير كمان في اللون بتاع ده تعمل اي لون مناسب ليك طبعا تدرج الالوان مهم جدا ان انت تعمله بشكل صح عشان خطر يبقى احترافي لكن مهم جدا ان اللوجو يكون بالمقاس اللي احنا شايفينه دلوقتي تمام فيه ادادات كتيرة ممكن تعملها طيب ممكن كمان تضغط على elements هنا ومن elements دي هتلاقي اشكال كتيرة جدا ممكن تبحث على اي حاجة فيهم تمام وتبدأ تحطها في اللوجو بتاعك مثلا الشكل ده على سبيل المثال لو عجبك وتبدأ تصغره بالشكل ده كده وتحطه هنا لو مثلا انت بتتكلم عن الحماية او مثلا الانتي فيروس والكلام ده المهم في الاخر انت طلعت لوجو شكله جيد هنعرف نحسنه ازاي دلوقتي لما هنشوف الزكاء الاصطناعي لان الزكاء الاصطناعي هيديك افكار كتيرة انا افضل ان انت ما تغيرش كتير في الاشكال اللي بتجيلك من هنا لما بتضغط على بتدور على لوجو عشان خطر هو بيكون عامل الاشكال بتناسق الوان مناسب فانت ما تلعبش كتير في الالوان حاول تخليها قريبة وكمان اللوجو يكون شبه الغلاف بتاعك يعني نفس طبع الالوان ودرجات الالوان عشان خطر يبقى فيه تناسق في القناة بتاعتك غلاف القناة اللي بيسموه البانر هنتعلمه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي طيب هنفترض ان احنا خلاص استقرين على اللوجو بالشكل ده كده وعايزين ننزله وبنروح هنا وندغط على علامة الدونلود اللي موجودة فوق دي كده وبعدين نعمل سيف هتلاقيه بقى موجود عندك في الصور بتاعتك انا بعمله سيف ايميج كده هيروح عندي في الصور تمام هو بقول لك جرب خلفيات ومش عارف ايه مش تابعنا الكلام ده هنضغط هنا هنلاقي ان اللوجو بقى موجود بالشكل ده طيب نرفع اللوجو على القناة ازاي خلينا نشوف دلوقت المفروض ان انت دايما عندك تطبيق اليوتيوب والوائي تي ستوديو واليوتيوب ستوديو الاتنين مختلفين عن بعض لو دخلت على تطبيق اليوتيوب من هنا تمام وبعد كده ضغطت على الايكون بتاعتك اللي موجودة تحت دي كده تمام المفروض ان انت عارف تسجل دخول خلي بالك ان انت ممكن يكون عندك اكتر من قناة فتبقى عارف اي قناة اللي انت هتشتغل عليها طب تعرف الكلام ده ازاي لو انت واقف هنا عندك عملية السويتش اكاونت تقدر تشوف اي قناة انت شغال عليها عشان ما اتوش تمام دلوقتي لما بتضغط هنا على ايكون القناة بتاعتك بيديك امكانية لو انت ضغطت على علامة الالم دي كده بيديك امكانية ان انت تضغط مباشرة تمام وتضغط تشوز وبعدين تختار اللوجو اللي انت عايزه وبعدين توافع عليه كده اللوجو هيكون موجود عندك على القناة بتاعتك وتقدر تعمل ده كمان من تطبيق جوجل كروم يعني انت ممكن تدخل على جوجل كروم وتكتب studio.youtube.com request desktop site او طلب موقع سطح المكتب وبعدين تدخل على العلامة دي وحيفتح لك مكان اللوجو تقدر تعمل upload للوجو اللي انت عايزه فكده احنا عرفناه بالطريقتين طيب فيه طرق كتيرة سهلة جدا تقدر تعمل بيها لوجو برضه بدون حتى ما تفكر ان انت ممكن بس تدخل على موقع زي app logo maker وفيه مواقع كتيرة جدا زي design.com تدخل على الموقع تكتب الاسم وتقول له next وتسجل وتقول له هنا مثلا ده عبارة عن youtube channel هسألك شوية اسئلة تمام هاتكتب له بس شوية حاجات هنا انا ممكن ما اكتبش هيبدأ يديك style كده ممكن مثلا ناخد style حاجة بالشكل ده كده يقول لك درجات الالوان ايه تمام تقول له عملي اللوجو بتاعي هو طبعا اداك الشكل بس طبعا الموقع ده هيديك بس ان انت حطت علامة معية تمام عشان كده افضل خيار نقدر نعمله اللي هو canva وممكن كمان ندخل على chat GPT ونقول له I need logo for احمد tech channel هقول له هنا generate image يعني ولد لي صورة هيعملي logo سريعا بناءا على اللي انا قلته طبعا انا ما اصفطلوش القناة عبارة عن ايه ووضعها ايه بس طبعا عشان وقت الفيديو لكن انت تقدر تعمل ده مع الذكاء الاصطناعي كمان عن طريق الموقع اللي احنا شفنا ده وعن طريق canva هو عملي logo الى حد ما شكله جيد وعلف مبروك كده بقى عندك logo احترافي ياريت اشوف اللجوهات بتاعتكو على group telegram هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي ازاي تعمل غلاف احترافي للقناة بتاعتك ويكون كمان مناسب للوجو اللي احنا عملناه الفيديو اللي جاي ان شاء الله بعد ما ينزل هيطلع هنا والسلسلة كاملة مترتبة هتطلع هنا سلام